يبقى النهاردة وزيرة الثقافة المصرية دكتور إيناس عبدالدايم وأيضا السيدة آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وقعوا بروتوكول تعاون طيب البرتوكول ده هدفه إيه؟ هدفه أن تتعامل شراكة استراتيجية وتنفيذ محور اسمه كده بناء الإنسان المصري ودي من أهم الحاجات تبني البني آدم وتبني وعيه ووجدانه وثقافته طبعا ده في ظل المبادرة الرئاسية الكبرى حياة كريمة طبعا زي ما حضراتكم أكيد تبقوا فاهمين أنه هذا البرتوكول هو متعلق بمحاور التسقيف والتوعية والمواهب وأيضا التنصيق الحضاري دكتور إيناس عبدالدايم قالت أن المبادرة حياة كريمة بتعكس اهتمام الدولة بولدها في مختلف ربوع مصر وبتأكد أن دي واحدة من الخطوات اللي بتسهم بالفعل في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا وبالتدريج ليه؟ علشان نرتقي بمستوى الخدمات اللي بتتقدم للمواطن في القرية المصرية ده كلام مهم إلى أبعد الحدود وبالمناسبة هو مش منفصل ولا بعيد عن الكلام اللي كان النهاردة في الجلسة النقاشية البني آدم البني آدم ومخه أنت متصور بني آدم من غير ثقافة سيبك من التعليم ثقافة البني آدم وهو يمارس الفنون والموسيقى يعني كل أشكال وأنواع الثقافة طب ما مارسهاش أصبح كمان متلقي يا سيدي بلاش عازف بلاش مؤلف موسيقي بلاش فنان تشكيلي بلاش روائي بلاش شعر متلقي ده في حد ذاته تكوين لوجدانه بشكل مختلف تماما حلو